مرحبا أعزائي متابعي قناة ملينة بعين العربية الفيديو ما تتلمه عن تطبيق سناب وتحديدا عن المشكلة اللي موجودة في تطبيق سناب تم تعطي الإمكانية وصولك إلى سناب شات مؤقتا هذه المشكلة كل ما أجد إلاها حل تطبيق سناب بالتحديث يلغي الحل مالتي ولهذا الحلول اللي موجودة قسم تتشتغل عند متابعين قسم لا فالآن حبيت إنه أجد حل ثاني لقيت هذا الحل الثاني ممكن يفيد بعض المتابعين لكن قبلها أتمنى من كل الشخص يدخل على هذا الفيديو أماد أن يشترك بقناتي ويفعل الجرس لأن المشاهدات راح تخلي قناتي شوية تصعد وأنا أقدر أبحث لكم عن حلول جديدة إذا لا سامح الله هذا الحل منفع قبل ما أبدأ شرح جديد على قناتي قناتي اسمها برلين بعيون عربية مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل في البداية راح ندخل على متصفح جوجل واشرح لكم من داخل متصفح جوجل في البداية راح أدخل على متصفح جوجل وأدخل هنا أكتب دعم سنابشات وأدخل على دعم سنابشات راح تظهر عندك هذه الصفحة باللغة العربية اتصل بنا طبعا الرد راح يكون باللغة الإنجليزية أو الكتابة كل شيء هنا لازم يكون لغة إنجليزية بس أنا للتوضيح حطيتها باللغة العربية راح تدخل على أول خيار لا يمكنني الدخول إلى حسابي ثاني خيار عفوا راح تظهر عندك خيارات بالأسفل راح تدخل إلى قبل الأخير بواحد حسابي مغلق راح تدخل على حسابي مغلق راح تظهر عندك هذه الكتابة هنا كاتب لك إذا تم غلق حسابك مؤقتا ادخل هنا حتى ترجع طبعا هنا راح تجي تسجل باسم المستخدم والبريد الإلكتروني لكن قبلها طبعا إحنا كل حل نعمله تطبيق سناب كان يلغي الحل اللي كان أكثر فائدة لأنه نرجع التاريخ وموجود الفيديو راح أخليه بصندوق الوصف استعملوا ممكن يفيدكم هذا الحل كان كلش ماشي بس تطبيق سناب سبحان الله وقفه بس قسم متابعين الآن أيضا ده يشتغل عندهم لكن قبل ما تعمل هالشي هذا تطبيق سناب يقول أسبوعين تترك الهاتف حسب مكتوب هنا بالدعم أسبوعين تترك الهاتف ما تستعمله والنقطة الثانية أي تطبيق أنت تستعمله كنت وهي تطبيق سناب لازم تحذفه تطبيق الـ VPN تطبيق إدارة الملفات تطبيق الـ OVF وغيرها من التطبيقات بالأندرويد الوضع الليلي اللي يخلي لكم السناب وضع ليلي كل هذه التطبيقات بس أنا من عندي نصيحة أنه تعملون إعادة ضبط المصنع وورا أسبوعين نحاول الدخلون بهذه الطريقة إن شاء الله يفتحتكم فهذا موجود الحل إلى الآن إيش كد أحاول أنه أجد حلول إن شاء الله أي حل جديد أنه أدخلكم ثانيا أكون نقطة مهمة حاببة أقولها أنه كل واحد عند حساب بين سناب على نفس الهاتف يبدل بيناتهم راح ينحذف الـ سناب وإذا إجدتك هذه الرسالة حضر مؤقت لا تحاول تدخل كثير لأنه راح ينطيك حضر دائم وخصوصا البلدين اللي دائما أقول عليهم العراق والسعودية هذول البلدين الحضر مؤقتهم يكون حاضر أي خطأ ترتكبه بداخل هالبلدين يعني حضر بسرعة فرجان اللي عنده حسابين يروح يشتري له هاتف بمئة دولار يحط الـ سناب الثانوي به والهاتف الرئيسي يحطه على الرئيسي أول من صار عندك حضر مؤقت لا تدخل على حسابك ولا تبحث عنه فقط بالبحث موجود إن شاء الله يرجع انتظر عليه حاول اتشغله مرة وحدة من هاتف والدك أو والدك شرط يكون ما عليه سناب إذا نجحت خليه هناك وهنا أسبوعين يلا تدخل بهذه الطريقة اللي علمتكم إياه وأهم شيء أهم شيء مرة ثانية شكوا تطبيقات تستعملها تحذفها لأنه راح تعمل لك حضر على الهاتف وممكن حضر على الآي كلاود يعني فينا متابعين قالوا إجانا حضر راح اشترى هاتف ربط بالآي كلاود بالآي كلاود عفوا الهاتف الثاني أيضا نحضر عليه فنصيحة مرة ثانية لا تربطون حساب سناب بآي كلاود نفس الآي كلاود ممكن يكون عندك حضر وإحنا ما نعرف أي نوع من الحضر عندك ثلاث أنواع من الحضر موجود حضر حساب حضر جهاز آي بي وحضر آي كلاود فممكن تكون ثلاثة هم ممكن اثنين ممكن تكون واحد بعض الأحيان يدخلون المتابعين ونحاول نجد أي نوع من الحضر عندهم طبعا محاولات كثيرة أتمنى بنهاية الفيديو أكون وفقت أنه نطيتكم هذه المعلومات البسيطة اللي ممكن تفتح حسابكم إذا نحضر بنهاية الفيديو كل شخص يدخل أتمنى لا ينسى يشترك بالقناة إذا ما مشترك يفعل الجرس وشاهد فيديوهات يشقد تشاهدون فيديوهات يشقداني أبحث عن حلول وإن شاء الله أجد لكم حل إذا هذا ما اشتغل الفيديو اللي تركته بتغيير التاريخ راح أتركه بصندوق الوصف وفي عندي فيديوهات كل شي كثيرة اللي حابب يستفسر يدخل لي على الخاص نابة وأنستة حسابات راح تكون بنهاية الفيديو أي سؤال أو استفسار أي مشكلة راح تواجهكم أخذوا لي صورة أرسلوها وإن شاء الله أجد لكم حل تحياتي لكم مع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر